السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية من قلبي تلمس قلوبكم جميعا بإذن الله أهلا وسهلا بكم وكلكم على رأسي من فوق آسف من الصوت ولكن عذرا إخواتي النهاردة هنعمل وصفة قوية جدا وسهلة وبسيطة وبمكونات أنت هتندهش منها إزاي إحنا طلعنا الوصفة دي وصفة عشان تبيض للبشرة وعشان تقضي على التصبغات والكلف خلي وحط تحت الكلف ده يعني ألفين تلات تلف قط كده وعشان تخلي البشرة صفية ونضرة النهاردة مكونات هتنبهر منها حقيقي طيب إحنا هنعمل إيه هنقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا محمد نبينا واكرم كل من يضع لايك لينا واكرم برضو كل اللي محطش لايك لينا أهلا وسهلا بيكم كلكم طيب طيب هنبدأ إزاي أول حاجة كده هوت هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وإيه أول مكون هنقدر اللي إحنا نحطه الورد زيت الورد بس هنحط إيه هنحط قد إيه بصه بقى هنحط حاجة بسيطة جدا يمكن هنحط بصه نقطة نقطتين من زيت الورد مش عايز أكتر من كده طيب أنا ليه بديت بزيت الورد وليه أنا يعني حطيت زيت الورد حطيت زيت الورد لإن إحنا هنحط حاجة أنت يعني بتقولي ريحتها أنا مش عايزاها عشان ريحتها إيه هي هقولك عليها ومفاجئة بعد ما حطينا زيت الورد هنيجي نحط هنا معلقة رهيبة جدا من زيت جنين الأمح وزيت جنين الأمح إحنا عملناه مع بعض هنحط معلقة قوية كده جدا من زيت جنين الأمح إحنا عملناه مع بعض طيب ليه زيت جنين الأمح ليه هقولك لأن زيت جنين الأمح مهم جدا في مح والتجعيد يعني إزالتها بدرجة رهيبة فيه فيتامين إيه عشان خاطر نظارة للبشرة مهم جدا للبشرة عشان اللي هو بيقدر ينعيمها ويحفز الكولاجين في البشرة هيغز بشرتك بطريقة رهيبة يبقى إحنا كده خدنا زيت الورد وخدنا أول زيت معانا اللي هو إيه زيت جنين الأمح طيب بعد كده هاخد هنا معايا محلقة كبيرة جدا أهو من زيت السمسم هناخد زيت السمسم أهو يا جماعة أهو هاخد زيت السمسم ليه هاخد زيت السمسم؟ ليه هاخد زيت السمسم؟ أول حاجة طبعا يعني حاجة معروفة اللي هو مغزل البشرة ولكن بيعمل على تفتيح البقع الدكنة يعني أي منطقة كده فيها حاجة دكنة بيقدر اللي هو يعني يخش فيها ويبدأ يفتح البقع الدكنة مهم جدا كمان عشان يقدر يرتب البشرة بتاعتنا برضو يقدر يحميني من حروق الشمس المهم بقى الحاجة الرهيبة اللي فيه اللي هو بيقدر يخلصك من التجعيد ويمنحها يا جماعة بيمنع يعني وجود التجعيد في البشرة قصة لو أنت عند سن 35 36 العمر الطويل ديكو مش عايزة يبقى فيه تجعيد مش عايزة يبقى فيه كرمشة استخدمي الوصفة ديه واستخدمي زيت السمسم طيب هنعمل ايه تاني يعني احنا خدنا كل الكلام ده هنكتفي لأ احنا هناخد معانا بياض بيضة اهو شايفين هناخد بياض بيضة اهو خدنا بياض البيضة هنبدأ نعمل ايه كل المكونات دي نقلبها ببعض اهو ولو عندك حضرتك بقى يا ست الكل عندك انت بقى مضرب يبقى عشرة على عشرة مش هقولك بقى عالجمال والحلاوة اللي ايه اللي هكون موجودة هنا معنا هل احنا اكتفينا؟ لأ فاضل مكون واحد عشان يخلي وصفتنا يعني في التمام والكمال ووصفة يعني هتبقى ممتازة على فكرة الوصفة دي مجربة 100% نقص اللي احنا بقى نجيب ايه بقى معلقة التبيض معلقة كده روعة جدا لازم لابد منها في البشرة بتاعتنا اللي هو ايه المعلقة من النشا اهو هنحط كده معلقة النشا ونبدأ اللي احنا ايه نقلبهم كده اهو اهو مع بعض عشان كل بقى كل الكلام ده انا عايزه ايه متماسك مع بعضه اهو انا عايز كل الكلام ده متماسك مع بعضه يا جماعة وقلت لو احنا عندنا مضرب بيض لو احنا عندنا يعني نضرب بكل الكلام ده في الخلاط هيبقى معاكي غاية في الروعة هقفل معاكي وهبدأ اللي انا اضربه او اقلب فيه وهرجع لك تاني كده اصبح الشكل بتاعه النهائي بتاعه بعد اما قعدنا نضرب بيض الشوكا وحاجة روعة حتى البيض ملوش ريحة عشان احنا حطينا في الاول ايه نقطتين تلاتة من زيت ال ايه الورد طيب اه الوصفة بتاعتنا دي حاجة جبارة والله جبارة حاجة فورية كده هتخلي البشرة بتاعتك نضرة من اول استخدام من اول استخدام وانا واصل ان لو انت عملت الوصفة دي هتندهشي من النتيجة بتاعتها طيب هنحطها ازاي هنحطها طبعا على البشرة بتاعتنا او على اليد بتاعتنا او على اي مكان في اسمرار اي مكان في تسبغات اي مكان في كلف والنتيجة انت هتلحظيها بنفسك هنسيبها لمدة ساعة او ساعتين بعد كده نبدأ نخسل عادي بماء فاتر عادي وشوفي الحلاوة هنقرر الكلام ده يوميا يعني يوميا هنعمل الوصفة دي الوصفة دي لو انت بصيتها هتستخدميها مثلا في حدود يعني ما بين مرتين الى ثلاثة البيضة الوحدة واللي احنا عملنا ده كله من مرتين يعني من استخدامين الى اي تلاثة بالزبط على حسب الحجم البشرة بتاعتك او الاماكن اللي انت اي هتحطيها بعد ما هنخلص لو انت حب اللي انت تحطي تزويدي او تبتكري ممكن نحط هنا يعني فيتامين اي مفيش مشكلة هنحطهم معنا في التلاجة ونبدأ نستخدمها وقت اي ما احنا عايزين نستخدمها الوصفة دي قوية جدا فعالة جدا رهيبة جدا اتمنى من اخواتي اللي هم يجربوها لان ما فيش احسن من بشرتك ونظرتها في عيون اهلك وفي عيون بيتك وفي عيون الناس اخواتي كلهم شكرا لكم وتحياتي للجميع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة